اعترفت امريكا القوى العظمى في العالم بمغربية الصحراء اعتراف لن يمر هينا سوف يقلب لا محالة الخريطة الجيوستراتيجية في المنطقة وربما في العالم أيضا عالم ما بعد كورونا معالمه الكبرى بدأت ترسم من الآن وفي الأثناء المغرب يواصل تحقيق الانتصارات الدبلوماسية والسياسية في نزاع عمر لما يناهز خمسة عقود من الزمانة على البوليزاريو والجزائر اليوم التحلي ربما بحكمة كبيرة من أجل الدفع بهذا الملف نحو الحل لأن عكس ذلك يقول أن المغرب يعزز مكانته في المنتظم الدولي والإفريقي وكذلك الإقليمية هل تعرف الجزائر ومعها البوليزاريو اليوم ما هو ممكن من أجل حل النزاع وما هو غير ممكن نتساءل هذا المساء من العاصمة اليوم أيضا نتساءل حول الأبعاد الجيوستراتيجية لهذا التحالف المغربي الأمريكي الجديد في المنطقة وما الذي يمثله المغرب اليوم بالنسبة لأمريكا القوى العظمى أو القوى العظمى في العالم أهلا بكم من العاصمة أهلا بكم من العاصمة في هذه الحلقة الجديدة التي نقدمها لكم من العاصمة أرباط تحية لكم مشاهدين أينما كنتم تتابعون على قناة العيون في القلم الجنوبية وعبر أنحاء المملكة المغربية وأينما كنتم تتابعون عبر الأعالم يسعدني هذا المساء من العاصمة أن أستقبل وأحاور الزميل الإعلامي الصحفي والكاتب عبد الرحيم أريري مدير النشر أسبوعية الوطن الآن والموقع الإلكتروني أنفاس بريس سي أريري مساء الخير ومرحبا بك معنا من العاصمة شكرا على الاستدافة شكرا لك على الحضور والمشاركة معنا لأني أتسأل معك سي عبد الرحيم أريري في البداية وطبعا الموضوع الحدث الآن في قراءتك وتقديرك ما هو التعليق الممكن حول هذا التقارب المغربي الأمريكي الاستراتيجي في هذه المرحلة بالتحديد وبهذا الشكل الذي ظهرت عليها الأمور هو بالنسبة لي يعني يتعين توقف عند واحد البديهية ألا وهو أنه الاعتراف دي الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على كامل التراب ديالو على كامل صحرائه يعني بالنسبة لي تحصل وحاصل لأنه المغرب في صحرائه وصحراء في مغربية بالتالي أنا كمغربي لا أحتاج إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها أن تزكي سيادتي كدولة على التراب الوطني هذه البديهية يمس على تحصل وحاصل كما قلت ولكن العلاقات الدولية مبنية على منطق القوة ومنطق من معك بما أن هذا النزاع كما شرحت يعني عمر طويلاً وما أدخله أنا في النزاعات المجمدة في العالم يعني عدلينا تقريباً واحد ربعة أو خمسة النزاعات المجمدة في العالم لها نفس العمر تقريباً دي الملف دي الصحراء يعني أذكر قبرص أذكر ناكورنيكاباخ كارباخ أذكر يعني كاشمير طبيعة الحال هو الملف دي الصحراء إذن هذا التحول في الموقف الرسمي الأمريكي بالاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائه يعني تكمن قيمته في طبيعة الدولة اللي هي أمريكا كأحبة من أحب وكريها من كريه هي القوة العظمى الأولى في العالم من جهة ومن جهة ثانية كدولة يعني مؤترة في مجلس الأمن ليس فقط لكونها صاحبة الفيتو ولكنها من الدول التي تصنع القرار من هذا الباب أنا أعتبر القيمة والوجاة هذه الموقف الأمريكي لماذا؟ لأنه سيفتحه شهية بعض الدول المترددة في أن تنحازق إلى الطرح المغربي الذي ما فاته المغرب يشهره في مختلف المنتديات وفي منتدأ أمور اللقاءات عمليا في تقديرك كيف سوف يؤثر الموقف الأمريكي من مغربية الصحراء على هذا الملف وعلى وضع المغرب لدى المجموعة الدولية لا هو التأثير ذي أنه كما قلت أمريكا دولة قوية وبالتالي مجموعة من الدول سترى بأن المصلحة أن أمريكا ليست بليدة حتى تنحازق إلى الطرح المغربي بهذا الشكل لا بد أنها توفرت لها المعطيات الكافية لكي أن الرئيس الأمريكي يعلن ما أعلنه من الاعتراف بالسيدة المغربية من هنا ستحدث مجموعة هذه الدول القرار الأمريكي لماذا؟ لأن الرئيس ترامب لم يكتفي فقط بإعلان أو اعتراف السيدة المغربية على الصحراء بل وأجرأه في حينه بالإعلان عن فتحة قونسولية في مدينة الداخلة ونحن نعرف بأن الداخل الآن قد تتحول إلى سنغافورة إفريقية أو شنغهاي الصمراء أو شنغهاي الإفريقية بالنظر إلى اللونجوه اللي كينداب الآن على المستوى الإفريقي وبالنظر إلى أن إفريقيا هي الآن القارة العضراء التي تفتح شهية كل الدول العظمى وكل الشركة العابرة للقارة ومن هنا أي شخص يريد أن يريج السوق الإفريقية لا بد أن يمر عبر بوابة ماذا؟ عبر بوابة المغربية وهذه البوابة المغربية لديها منصة واحدة أو منصة دي المدينة الداخلة من هنا كما قلت الوجهة للفتحة قونسولية أمريكية في الداخلة طبيعا الحال مع تناسل قونسوليات دي الدول أخرى فتحت في العيون وفي الداخلة قد يجر واحدة مجموعة دي الدول إلى حسم هذه المسألة وإقرار الحق المغربي المشروع طيب الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائي غير مسبوق وحتى كان متقدم ومتميز عن بعض الدول الصديقة للمغرب أنه يعترف ولكن أيضا يدعم المغرب كما قلت فتح القونسولية لإعلان عن مشاريع استثمارية مهمة عن تعاون عسكري مهم بين البلدين وهذه الأمور لم تحدث مع دول صديقة أخرى للمغرب تدعمه ولكن تحافظ على نوع من التحفظ في حين أمريكا منخرط الكل للكل مع المغرب الآن في تقديرك ما هو السياق الجيوستراتيجي اليوم الذي دفع أمريكا لأخذ هذه الخطوة بهذا الشكل وتنخلط كليا مع المغرب وتدعمه في قضيته الوطنية الأول السياق لنفهم هذه الخطوة الأمريكية يعني الرئيس الأمريكي ماشي فقط الصباح ودخل بحل المطعم واخد الموني ويقول اليوم ما سوف ندير آه اليوم سوف نعترف بالسيادة دين المغرب على الصحراء الأمور لا تضاره هكذا على مستوى العلاقات الدولية يعني هذا القرار يرى ماشي وريد اليوم يعني ماشي وريد عشر دجنبير 2020 بل هو وريد طبخة هذئة التي حرص فيها المغرب على أن يهيئ الرأي العام الرسمي الأمريكي لهذا الحداث بحيث إذا رجعنا الشريط إلى سنتين أو ثلاث سنوات الوراء سنجد بأن في تقديري الشخصي في 2017 لما ارتفعت الوتيرة ديال الزيارات ما بين المسؤولين المغربة والمسؤولين الأمريكيين على كافة الأصعيدة يعني على المستوى العسكري على المستوى الأمني على المستوى التجاري على المستوى السياسي إلى آخره بحيث منك تشوف يعني لائحة ديال الزوار الرسميين الأمريكيين الذين زاروا المغرب وغيرت تصفح الأسباب التي ولجت المغرب عبر البوابة ديال المطار إما الريباط ولا مطار الضربداء ستجد إما الجنرال المكلف بالقيادة الأفريقية الأمريكية ستجد إما الجنرال المكلف بموشاة البحرية ستجد إما ابنة رئيس تروم ستجد إما صهر رئيس تروم ستجد إما وزير الخارجية بومبيو إلى آخر إلى آخر يعني أناس الذين تقاطروا على المغرب في هذه الثلاث سنوات كلهم من عيار تقيل شخصية من مسؤولية مهمة ومكانتهم أقول يعني عيارهم تقيل في الإدارة وفي الهرام الأمريكي كانت الأمور يعني تشيء بأن المغرب مقبل على أن يطور العلاقة أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم كما قلت يعني جر الولايات المتحدة الأمريكية رسميا إلى أن تقرق بأحقية المغرب في ترابي وفي صحرائه من هنا يعني الحادث الذي عنه ترامب يوم عشرها دجمبير كما قلنا مجاش من السماء راجع سيرورة ديل ثلاث سنوات من العمل ديل العمل الدبلوماسي المغربي الذي كان يؤطره ويشرف عليه الملك شخصيا وهو ما يعني دفع المغرب إلى أن يحصد ما زرعه في هذه السنوات في هذا السياق كيف ستؤثر هذه الخطوة وهذا الاعتراف الأمريكي المهم بمغربية الصحرائية كيف سيؤثر على العلاقات الثنائية ما بين البلدين لأن دونالد ترامب مثلا خلال اعترافه ركز على نقطة مهمة جدا وهي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأن المغرب كان أول بلد في العالم يعترف بأمريكا كدولة سنة 1777 هذا الاعتراف كيف سيؤثر على العلاقة بين البلدين أنا شخصيا رغم رمزية وقيمة الاعتراف المغربي بالولايات المتحدة الأمريكية لما خلقت كدولة ولكن كما قلت في البداية العلاقات بين الدول لا تبنى على المشاعر ولا تبنى على العواطف ولا تبنى على بعض الأمجاد التاريخية تبنى على الحقائق الاقتصادية والمالية والسياسية إذن أنا كمغرب وش رابح مع أمريكا أو لا وأمريكا من نفس السؤال هل أنا رابح مع المغرب أم لا إذن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وجدوا أنفسهم في واحد الوضع لكل شيء رابح المغرب سيربح لأنه كما قلت دولة عظمى يعني تشهر بين قوسين إسلامها يعني تشهر ديانتها المساندة التي طرحها الرسمي المغربي مما أفزع وأزعج يعني كل الخصوم الذين كانوا يناوئون المغرب في وحدتها الترابية هذا من جهة ومن جهة تانية المغرب أيضا سيربح ماذا؟ سيربح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعبد طريق لأن الشركات كبرى أمريكية ستستوطن في المغرب للدخول إلى القرى الأفريقية وهذا سيحدث واحد رجق وسيحدث واحد الفورة الاقتصادية التي ستنعكس ليس فقط على الأقاليم الجنوبية بل ستعم كل التراب الوطني وهذا القيمة للخطوة الأمريكية ما الذي يمثله اليوم المغرب في منطقته؟ المغرب أريد أن أكره المغرب هو أحسن دولة في أفريقيا من ناحية المؤتلات التي تفتح الشهية خذ العالم العربي إما تلقى دولة ممزقة إما دولة لم تضمد جرحها بعد من تبعات الربيع العربي إما دولة تمزقها الحروب إما دولة جارتنا لسلها رئيس منذ حوالي عشر سنوات يحكمها جدا في القرى الأفريقية أيضا أنظر ماذا ترى ترى التمزقات والحروب والنزاعات يعني لا يوجد شيء واحد دولة التي تقريبا تؤمن الاستقرار الجالب للاستثمار إلا المغرب وبعد دول القلائل إذن المستثمرون العالميون بما في المولايات المتحدة الأمريكية لما يرغب في أن يتوجه إلى بلد المغ أول سؤال يطرح التي يخص الجواب عليه وهو شهد البلد يؤمن للأمن حتى استثمر فيه أم لا إذا كان الجواب بالإجاب فتصدفق الاستثمارات على تلك الدولة وإذا كان الجواب بالعكس فطبيعة الحال رأس من الجبان يهرب الحكام الأمنية التي كنا في المغرب والتي تحظى باحتراف دوري يعني لا يحتاج إلى ذكر الأسماء للدول والرؤساء والمنظمات والمنتديات التي أشهدت بهذه الحكام الأمنية للمغرب على مستوى أنه أصبح واحق يعني وسط الصحراء القاحلة للإستقرار والفتان في القارة الإفريقية من هنا المغرب يبقى عنده هذه الجاذبية لكي أن الدول يستوضنون فيها لكي يستثمرون في ظل هذه المغنطيات في تقديمك ما هي أفاق تطور العلاقات ما بين المغرب وأمريكا مستقبلها؟ والأفاق ستكون على لسان السفير الأمريكي يعني أعطاه جواب غني وهو أنه الغد سيكون مشرقا للبلدين وأنا حدثي يقول بأنه فعلا ستكون الأيام القادمة مزهرة ومشرقة والدليل هو الإعلانات التي سمت الآن دي المجموعة هذه الشركات للاستثمار في الداخلة أشهرها يعني المزرعة الريحية التي سيتم إنجازها في الأقاليم الجنوبية هذا أول الغيث لأن منطقة الداخلة على ما يبدو مهمة اقتصاديا وتجاريا بالنسبة لأمريكا وهذا أيضا ذكره ليس لأمريكا للمغرب بالدرجة الأولى لماذا؟ حيث المغرب يعني المغرب حوالي عشرين سنة وهو يستثمر يعني ترسيخة مكانته في القارة الإفريقية لا تنسى بأن المغرب في هذه عشرين سنة أبرم أزيد من ألف اتفاق مع مختلف الدول الإفريقية في كافة المجالات هذا من جهة من جهة ثانية العلاقة دي المغرب مع الدول الإفريقية لا ينبغي فقط أن ينظر إليها فقط من الزاوية التجارية والاقتصادية ينبغي أن ينظر إليها في واحد واحد الباكيج كامل حيث فيها مرجعية إمارات المؤمنين مع هذا الحوض الجغرافي فيه الجانب الأمني والخبرة الأمنية التي يصدر المغرب إلى بعض الدول في حوض جغرافي آخر بالقارة الإفريقية هناك الجانب التجاري الذي يستثمر فيه المغرب في بعض الدول في حوض جغرافي ثالث وهكذا دوريك وبالتالي لما تجمع هذه المكونات كلها هي التي تعطيك الوجهة والقوة دي المغرب التي تجدرت خلال هذه العشرين سنة في القارة الإفريقية وهنا المغرب الآن كما قلت يعني يحصد ما زرعه في هذه السنوات العشرين يعني ألف اتفاقية مبرمة مع كافة الدول الإفريقية في كافة المجالات ليس بالأمر السين يعطيني دولة واحدة في القارة الإفريقية أبرمت أبرمه المغرب مع هذه الدولة لا جدوها إذن المغرب بنحقه أن ينتجه وبنحقه أن يبتهج للسياسة التي تبعها منذ عشرين سنة والمزيد يعني من يعطى الوجهة لهذا الانتجاه هو أنه يعني في 1975 لما المغرب دار المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الجنوبية يعني حدثت واحدة الرعشة قومية في المغرب بفعل الحدث للمسيرة الخضراء يعني هذا اليوم ما نعيشه الآن أنا أعتبر العشاق قومية ثانية بدليل الابتهاج والانشرح الذي نلمسه على كافة المستويات والشرائح والفئات الاجتماعية أين كان نوعها وأين كانت واجدها سواء في المغرب أو في صفوف مغاربة المهجر وهذا ما يدل على أن الغد كما قال السفير الأمريكي لن يكون إلا غدا مشرقا للمغرب طيب نتحدث عن غد مشرق عن ترحيب كبير داخل المغرب بهذه الخطوة وعن علاقات ربما مثينة في المستقبل المغرب وأمريكا سيأريري على أبواب شراكة أو حتى شراكات استراتيجية مهمة على المساوى السياسي الأمني العسكري الاقتصادي التجاري وحتى السوسيو ثقافي لو أريد أن أفهم معك أكثر ملامح هذه الشراكة الجيوستراتيجية بين المغرب وأمريكا كيف تقرأها كيف تنظر لها وأكثر من هذا في تصورك كيف يجب أن تكون لا هو أعلم السواء هذه الشراكة كما قلت قبل أمريكا ليس دولة بلدة أو غبية تقرأ الواقع عند المعطيات الكافية على كل منطقة من المناطق العالم سبيل بأن المغرب كما قلت أحبة من أحب راستان هوب وابتالي باش ندخل أنا الإفريقية شوف المنافسة الشريسة ما بينها التكتولات والقوى العظمى لكل واحد يريد أن يضع أقدامه في القارة الإفريقية الصين من جهة اليابان من جهة الاتحاد الأوروبي من جهة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثم هاي القوى الصعيد الأخرى لوسيا وتركيا بدورهما يتزحمان ليكون لهم موطئ قادم القارة الإفريقية لأن القارة الإفريقية كما قلت هي القارة العدراء لأنه الأولي كل شيء هو الراضرات العالمية يتوجه ن sale هو القارة الإفريقية فإذا حسنا لدخول إلى القارة الإفريقية يحتاج هي بلد واحد تذكير الدخول القارة الإفريقية تسبب على المغري لا لا يحتاج لمن لماذا المغرب هو 버� takie المؤهلس كما قلت هو الذي بناء علاقًا دياله في 20 عام. دول أخرى التي كانت تدير ظهرها القارة الإفريقية أو الدول الأخرى التي كانت تتعامل مع الدول الإفريقية بمنطق الاستعلاء أو بمنطق الأستاذية أو بمنطق الأكبر إلى آخرين. معضات نتيجة. المغرب تعامل معهم. لماذا ليس الجزائر مثلا؟ الجزائر عند غاز وبيترول وعلى امتداد سنوات كثيرة كانت توزع هذه الثروات وهذه الأموال على دول الحكومة كثيرة. لا حيث لم يكن مبنية على أمور العادلة وأمور والأرأة بحرابح. كانت بنية على منطق المافيا. يعني أنني بقى ركع المغرب. بغي نكر المغرب وبغي أنني نهرز المغرب وبالتالي يعني هذا السلوك المافيوزي يعني عطيني نعطيك. عطيني نعطيك انتهى. ما بقاش واكل. الدول الأخرى شافوا بأنه هذا المنطق المافيوزي ديالجزائر ما بقاش نافع. والمغرب الحمد لله استطاع كما قلت في 20 سنة أنه يجلب يعني سمعة أخرى ومكان داخل الدول الأفريقية عبر هذه الشبكة التي نتجها التي أتمرت كما قلت ألف ألف اتفاقية. ألف اتفاقية كما قلت لا يوجد دولة أفريقية بما فيها الجزائر. ليستطعت أن تمرمها في كافة المجالات الدينية السياسية اقتصادية الرياضية الجمعوية الأمنية العسكرية. أي ضمان إلا وغاية المغرب عنده يد فيه مع دولة من هذه الدول القرى الأفريقية. وبالتالي الدول تيارة كترابحة الكونطابل كتتشوفة رابحة الخاسر. القاطر أصابي أن الربح عندها مع المغرب وأيضا المغرب هو القرى دولة قوية اليوم المغرب؟ طبعا لما ننظر لهم من الخارج وبأعيون أمريكا وأوروبا لا قوية يعني يجب تنسيب الأمور. يعني المغرب يعني قوي مقارنة مع دول أفريقية أخرى ودول عربية. أتحدى في محيطي؟ لا في المحيطي هو أقوى والأقوى. بالدليل هو أن الجزائر بفلوسها وبملاييرها لم تستطع أن تركي على المغرب. لأن المغرب ماشي هو دي اليومين ودلسة أيام. رأى ألف ومئتين سنة وما يزيد. رأى الجينات دي أي واحد جاء إلا دي الجينات دياله رأى فيها ترصوبات دي الكيفاش أنني خصي نتعامل مع المحيط دياله ومع القضايا ومع المعارك ومع التحديات. ماشي بحل الجزائر وريدة اللحظة اللي بقع ما تتربتش في أتاق الأسوس ديال الدولة. باش يمكنها جيتواجه دولة اللي عندها ألف ومئتين سنة. هو أنه جزائر كل العام قد تحط قريبا ثمانية الماليار ونص ديال الدولار. ثمانية الماليار عفوان ثمانية الماليار فاصلة خمسة ديال ديال الدولار في العام ضد المغرب. يعني يعني قد تنهب الفلوس من الشعب الجزائري لتوضحية دياله الحكومة العسكرية اللي كنا في الجزائر. باش أنها عيوض متلبي بها المطالب والانتظارات ديال الشعب الجزائري لك توجهها الواحد دولة سميتها المغرب باش تنهبها ومع ذلك أنا متستطيع. في خدار خمسة واربعين سنة. ثلاثمية وخمسين مليار اللي حطت الجزائر على المغرب. تخيل معي ثلاثمية وخمسين مليار دولار اللي حطت قريبا الجزائر على المغرب. والحمد لله المغرب رأسه بقام رفوع. وشوف الحالة دي الجزائر الآن. كما قلت ما عنده ترئيس. يعني الشعب الجزائري يستأنسة وأليفة أنه يعيش بالرئيس لمدة عشر سنوات أو ما يزيد. في ماذا صرفت وتصويف الجزائر؟ على أعداء المغرب. خود أولا بعد البوريزاريو شكو اللي يخلقها. هي اللي خرقاتها هي اللي مولتها هي اللي سلحة. أين دو المعارضين ديال المغرب. في المكين شي واحد فيه. الريحة ديال أنه ضد المغرب. هي كنف تحتضنه تموله وتسكنه وتعطيه الفلوس وكذلك أخيره. يعني كيف كان قلوه بزاف زمانية. الواقحة وصلت لهذا المستوى عند الحكام الجزائري. لا أقول شعب جزائري أقول حكام الجزائري. وصلت واحد للمستوى لشرط الوجود بالنسبة لي أنا كطغمة عسكرية في الجزائر. هي أنني أركع المغرب. فإلى حيث يعني هذه العدوة نحو المغرب. شرط الوجود ديالي أنا كحاكم عسكري في الجزائر. ما غير يبقى. إذن ضروري خاصة نبقى نغدي يعني هذه الفكرة. ونغدي بأنه المغرب رأى عدو ويجب علينا أن نواجهه ونسحقه. ولكن هي هاته. على امتداد أكثر من خمسين سنة نصف قرن. وزيادة حتى. والجزائر تعادي المغرب وتحارب المغرب. حرب عسكرية حتى مسلحة ميدانيا. حروب اقتصادية وتجارية وإعلامية وديبلوماسية وبلطجية حتى وحرب عصابات. وكل ما تشاء من أنواع الحروب خادتها وخادتها الجزائر ضد المغرب على امتداد أكثر من نصف قرن. بعد أشياء كثيرة إيجابية قدمها المغرب للجزائر. أتسأل معك. لماذا لم تنجح الجزائر تقريبا في كسب وربح تقريبا ولا معركة ولا حرب ضد المغرب. لا اقتصاديا لا تقافيا لا عسكريا لا إعلاميا ولا أي شيء. لم تربحها لم تربحها ولم تربحها. لأنك ما قد تتحدث عن دولة تضع مالها يقيل عن 350 مليار دولار. الميزانية كافية لتهزم بها دولة. لأن الجينات المغرب تربت على 1200 سنة على أنها كيفاش تواجه تحديات. تواجه المكائد. تواجه دسائز. لدينا خبرة. تربت لدى المغاربة خبرة في مواجهة وإدارة هذه الدسائز. يعني مقاومات الدولة الأمة في المغرب هي التي كانت كفيلة وكافية من المواجهة. يعني مثل ما تخذ لها الصين مثلا. ولها تخذ لها الطاليان. ولها تخذ لها الإنجليز. ولها تخذ لها فرنسا. هذا دولة عريقة. بغيت يلوك رأتي. المغرب أيضا دولة عريقة. أرىها كما قلت لك. 1200 سنة وكما تترسب. بحلف الجيولوجيا. تجيك تلقى واحد طبقة جيولوجيا دي الأحجار والدى الجبال وكذا. كيف يعني ترسبت على مدار قورون. نفس الشيء بالنسبة للعقيدة العقيدة دي الدولة. وسمح لي عرر باش نزيد نزكي هاتشي اللي سنقول. هو أنه عرر الواقع الأخير اللي عشناها في القرقارات. يعني أن الجزائر دارت لي ما يلبي باش تجر للمغرب لوحد الصراعي السكري. وأوحد للملحقة دي البوليزاريو باش أنهم يحبسوا ذلك الطريق الدولي. الرابط من المغرب والعمق دي الأفريقي عبر موريطانيا. وحبسوا الطريق. ومع ذلك المغرب إذا كيف أقولك دولة رزينات تقيلة شاربة موخة كيف نقوله بالدريجة. مامشاش مع يعني هات السعلاكة أو هات السلوك دي القطع الطرق. العكس. حتى كما إلى المنطق الذي كما قلت تربع عليه المغرب. أولا أشهد العالم كله على هات الفعل الإجرامي دي الجزائر و دي البوليزاريو. تانيا يعني جاب مفوض قضائي اللي هو الأمم المتحدة باش تشوف هات الجرائم اللي كده تدير البوليزاريو بأمر من طغم العسكرية دي الجزائر. وبالتالي لما يعني وطقها تشي دازل العسكر دينا بطريقة سليسة و يعني جد احترافية. وقام بعمالية أمنية لتحرير المعبر من العصابات دي البوليزاريو. وتم ليس فقط تأمين على قمبنا المغرب وموريطانيا عبر المعبر دي القرقالات. بل هو تأمين الحقوق للدول الأفريقية في الرواج وفي التنقل الذي الأشخاص والذي والذي السلاع. طبيعة الحال الدول العالمية بما في الولايات المتحدة الأمريكية رهت ترقب وترصد ترقب وترصد. وبالتالي لما رأت هذه الإدارة السليسة والاحترافية للقوات المسلحة الملكية. لا يمكن للمرأة إلا أن يرفع القباق لواحد الدوليي يسميسها المغرب. ما يمشي لم يمشي مع الجزائر. وبالتالي الناس لم يمشي مع المغرب. هو القرار 13 نوفمبر لتحرات لتدارة العملي للقرقالات. الإشادة التي كانت على المستوى العالمي. ثم تانسول الفتح القنصوليات. حيث مني كدولة نفتح القنصولية سواء في العيون أو في الداخل. نعرف بأن الصفارة أو القنصولية في عين سيادي. الصفارة تكون في عواصم. والقنصولية تكون في المدون التي لديها مصالح تجارية. فبالتالي لما تأخذ دولة قرارا بفتح القنصولية فإنها تزكي ما يقوم به المغرب. أنني في أرضي. والصحراء في مغربها. بالحديث عن المغرب. فعلا نحن بصدد دولة عريقة ومن أقدم وأعرق الدول في العالم ككل. سواء بشروط الدولة المادية أو المعنوية إلى اليوم. وظهر ويظهر أنه دولة مؤترة وقوية في محيطه. سواء في المنطقة العربية في شمال إفريقيا. وما لعبه من أدوار. وما كانت له من علاقات. مثلا مع تونس. وأن الملك محمد السادس زار تونس مباشرة عقب الثورة. بعد كأول رئيس دولة ما يلعبه اليوم من دور ريادي في تقريب وجهة النظر بين الفرقاء الليبيين في حل الأزمة الخليجية. في كسر الحصار على دولة قطر. وكان أول رئيس يزور قطر في تلك الأزمة. وجوالات مكوكية في مختلف الدول الإفريقية. بما يناهز وما يفوق الاتفاقية. هذا المغرب القوي إقليميا في رأيك سي عبد الرحيم أريري. كيف يمكن أن يدبر علاقته مع أمريكا القوة الكبيرة عالميا والمؤترة عالميا؟ لا غير يضبرا كما قلت بما يضمن الربح للطرفين معا. ستربح أمريكا وسنربح نحن المغرب. لن يكون المغرب أصغر من أمريكا؟ على أساس أنا دركي العالم. أنا القوى العظمى. لا عشنا وقع. عشنا نسيسي للألفين وتلطاش. والمبادرة اللوبي للجزائري في الولايات المتحدة الأمريكية. وسعيه إلى أن يقدم مسودة لحق الإنسان ومراجعة اختصاصات المينورسو. ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية استطاع تمكنات من أن تنحاز الطرح المغربي. هذا القوة التي يحضر بها المغرب اليوم في المنطقة. كيف ستؤثر على هذه العلاقة؟ لا أشنو بغيت نقول لك السكرية من هذا المثال. وكنا أمثلة أخرى متعددة. هذا المثال وعد فقط. لأننا حالات أخرى عشناها مع الاتحاد الأوروبي. عشناها مع فرنسا. وبعد ذلك المغرب بقى مع إسبانيا. والمغرب باقي. لأننا قلت لك للبلاد رام جدرارة عندها 1200 عام. راما شي دولة طحبة أستسقافية للدارس أو شي حاجة. لأننا نحن بصدد علاقة متوازنة؟ علاقة كتلك فيها ربح ربح. أنت ربح ونه ربح. يعني هذا هو المنطقة الذي يؤطر كل سلوك دي المغرب. على المستوى الخارجي. يعني أنا أمني غامش ندخل في واحد شاركة معينة. كوصصوا مع أفريقاء ولا غيرهم. واش أنا ربح وهم ربحين. ربحين بجوج فبيهون عمس. ربحين بجوج المغرب يبحثوا عن طرفين آخر. وهكذا دولك. والحمد لله الصواب دي لهذا الطرح. هو الذي جلب لنا ما يسمى بالجدار الديبلوماسي حول الصحراء. بعد ما داروا قوات المسلحة الملكية. الجدار الأمني لأمن المنطقة. يعني ما خللتش وعيد خلال البوليزاريوني المهربين. الى آخرين الإرهابيين. فإذا كان واحد الجدار ديبلوماسي. يتوقع سويد الدير لكي تحمي حقوق ديالك في الصحراء. هذا وتسأل لي. ما مدى قدرة المغرب اليوم؟ المغرب الدولة على حماية حقوقه في علاقته مع أمريكا. هناك قراءة معينة أخرى قد تقول لك. المغرب يعاني منذ نصف قرن تقريبا في مشكلة الصحراء. لما أمريكا كقوة عظمى سوف تدخل بقدميها إلى المنطقة وسوف تدعمك. ستأخذ منك ما تشاء. وأنت كدولة أصغر منها. تقول لك يا أمريكا. تعالي أحميني ودعميني وأفعل لك ما تشاء. لا 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 أمور. أنا لست من الناس الذين يمينون إلى استسعال. إلى استسعال الضور للسلطات المغربية. ما الذي يجعلك تتق بأن المغرب عنده قوة فاوضية مع أمريكا. حيث كانت تقف المالك التوكور يعني عندي صوابة يقع عشرين عام وكي حكم مني كنجي نشوف أنا من يوليوز 1999 حتى الدابا وكنشوف المحطة الساخنة التي مرت على المغرب وتلقى المغرب طرف فيها مع دولة من الدول العظمى وكيفاش أن المغرب تمكن من إدارة هذه الأزمة بدكاء بما يجلب الخير للمغرب لا يمكنني إلا أن أتقاف المؤسسة المالك هذه نقطة أريد أن أفهم لا ينبطح المغرب أمام القوى العظمى حتى وهو في حاجة لها أو في حالة ضعف أحيانا أو في مشاكل لا ينبطح المغرب في علاقته مع الدول الكبرى حدث هذا مع أمريكا مع إسبانيا مع إيطاليا مع فرنسا مع المجموعة كلها في الاتحاد الأوروبي ومع الاتحاد الأثريقي لما اجتمع كاملا بصوت واحد ضد المغرب ومع دول الخليج في أزمتها الأخرى لما أردت أن توجه إختياراته يظل المغرب متوازنا كيف؟ هذه المسألة نريد أن نفهم لماذا لا ينبطح؟ لأنه لا ينبطح قلتها ونعود أكدها أخي كريم وهو أنه في ذلك لالشيمي دي المغرب تشكلت واحد الخاصية عند المغرب يعني هذا مقوم إنساني تقافي اجتماعي خاصة لأنه مثلا أنه نخطحنا لأن هذه خصوصية خصوصية دي المغرب وأنه نخطحنا لجانب الديني أهل الجانب الديني لذلك نخطحنا للقوى العظمى الغربية يعني جربات يعني التيارات الدينية فمجنة هذه التيار الوهابي التيار الإخواني التيار الشيعي إلى آخرية وعانت ما عانته مع هذه التيارات في مختلف بقاع العالم واحد للنحظة نتابهوا إلى أنه كان واحد تيار ديني في المغرب اللي هو تيار مالكي اللي أمن واحد توازون داخل المجتمع المغربي فالآن إذا انتبهت كان واحد تقاطر دي المجموعة دي الدول سواء إفريقية ولا غربية على أنه جيد تلمس يعني إما تكوين دي المجموعة ومشيدين دي المغرب وإما الاستئناس بتجربة تجربة المغربية هذا يعني فقط نموذج ديني نموذج نموذج واحد هذا أيضا من الخصوصيات تاريخية تقافية واللي ما فهمش هذه ما غادش يمكن له يفهم المغرب وبالتالي غادين هازم لأنه هذه مسألة صعبة نتحدث على الأقل بعض الأشقاء من الجزائر تونس في ليبيا في موريثانيا وفي إفريقيا وأنا التقيت بعض الزعماء لا نفهم هذا النموذج المغربي لا نفهمكم كيف بدون بيتروول بدون غاز بحكم يرونه تقليديا ليس تلك الديمقراطية التي فيها كثير من المكياج كما ترى في دول أوروبية هذه الوصفة دياننا هذه الوصفة دياننا بحيش شركة ملتناصيونال عندها وصفة خاصة لا يمكن لها جاء تعتك هذه الوصفة ما هي خصوصيات هذه الوصفة هذه الخصوصيات المغربي يموت على بلاده المغربي تيتقف المؤسسات دياله عكس دول أخرى لن تجدوا فيها هذه الخاصية المغربي منك توقع اللي بغي يوقع منك تتهم المسألة ديال الدفاع للبلاد المغرب ينسوا الخلافات ديالهم هذه ما تلقاهاش في سيطنة حارون طواف وسينقاسمون إلى الشياع وسينقاسمون إلى ملال هذه ما كناش المغربي تنوع تقافي هذا التنوع العرقي والديني واللغوي كله يعني يصب في مصب واحد ألا وهو المغرب بمعنى هذا تعدد هذا الروافيد يعني مشي يعني كان يعني نقول سب أو ميزة سلبية بالعكس هو كان ميزة إيجابية عبر التاريخ يصب في خانة واحدة ألا وهي أننا ننتمي إلى بيت وعدل هو المغرب عكس دول أخرى يعني أن كل واحد يتحصانون نحو طائفته وكل واحد يتحصانون نحو ميلاته أو شيعته وبالتالي منك توقع شيء أزمة أو شيء حرب أو شيء اعتذاء يعني لا تنهض هذه الملال ولا تنهض هذه الشيعة في ذلك البلد للدفاع على الوحدة الترابية دي الدول بمثل ما يهب المغاربة للدفاع عن ترابهم هذا التاريخ كما قلت لك رأقر التاريخ رأف الأسر كل التي تعاقبت على حكم المغرب كلها يعني عشنا هذه الوقائع التي صرتها عليك طيب لو حاولنا أن نفهم ما يحدث الآن في المنطقة سي أريري هو طبعا ليس وليد اليوم على امتداد نصف قرن المغرب يعمر الأقاليم الجنوبية ومؤشرات التنمية في المناطق الجنوبية متقدمة جدا توازي وتضاهي بعض المناطق الأخرى سواء في الوسط أو في الشمال تفوق بكثير دول إفريقية وعربية في المنطقة وفي خطابه الملكي الأخير الملك محمد السادس تحدث عن توجهات استراتيجية كبرى على مستوى اللوجيستيك على مستوى النقل على مستوى الطاقات المتجددة والنقل البحري أو الاقتصاد البحري بشكل عام وكذلك من الداخل الأطلسي هذه التوجهات الكبرى كيف يمكن أن نربطها بهذا التحول الاستراتيجي أيضا في العلاقة بين أمريكا والمغرب وما يقوم ببنائه من حاضنة استراتيجية واقتصادية سميتها هيرب في المنطقة ما الذي يمثله أو تمثله هذه المنصة نسميها هكذا بالنسبة لأمريكا ولدول عظمى أخرى الشق الأول للسؤال لك سواء أنت كريم أو أي أخ لأخت من المشاهدين التي يتفرجوا فينا أنه يدخل لجوجل أرت ويكليكي على الخريطة ويشوف الصحراء دي المغرب ويبقى غادي يسرح عينه مع الصحراء دي الشمال إفريقيا ويبقى يسرح عينه مع الصحراء دي الآسيا وغا يشوف كيفاش أنه في رمشة يعين استطاع المغرب رغم أنه كما قلت ليس له بيترول وليس له غاز وليس له موارد يعني مالية باهدة حتى يتمكنها من مواجهة الحاجيات لإعمار المنطقة في الأقاليم الجنوبية وستقارن المناطق الصحراوية التابعة لهذه الشريط التي قلت يعني في شمال إفريقيا وفي أسيا أغلبها مهجور وصحراء يعني صحراء منها القاحلة إذن هنا السؤال يطرح هذه الدول التي تتوفر على صحراء إن شابيها بالمغرب ولم تتمكنوا من إعمارها رغم ضخامة الموارد المالية والسيول الهائلة التي تتوفر عليها إذن هذا سؤال يعني يجيب نفسه بنفسه نجد نأكد لك ذلك اللو جيني ما رو كان حيث كينا شي حاجة اسمتها واحد الخاصية مغربية هذا الشق الأول من السؤال فيما يأخذ الشق الثاني وهو تحويل المنطقة إلى واحد المنصة استراتيجية يعني هناك خطط كلها تصب في خدمة هذا الهوب حيث مني كان نجي نشوف أن المغرب يأخذ قرار لأنني نبني جزر أمني لكي نأمن المنطقة الجنوبية واستطعنا فعلا تأمينها وإعمارها وكان نجي كدولة وكان ندير الميناء الأطلسي وكان نعرف بأنه الميناء دل الدخلة الأطلسي سيكون له يعني واحد الوقع جد إيجابي على المنطقة بمثل ما عشناه في الميناء دل طنجر يعني الآن يعني في 2002 إلى 2004 يعني اتخذ القرار في 2007 تفتح الميناء دل طنجر الأطلسي دل الآن نحن في 2002 يعني إيجحل تقريبا يعني 13 سنة 13 سنة تغيرت المورفولوجي دل الشمال دل المغرب بفعل ماذا؟ بفعل المركب المينائي اللي كيدخل في ذلك الميجا بروجي إذن هذا الميجا بروجي اللي غيد دار في الداخلة كون على يقين السكري سيكون له نفس الوقع إلا ما أقول أكتر مقارنة مع الميناء الأطلسي فطنجر قبل 2007 مش هي طنجر دل والداخلة دل دابغ رغم ما قمنا به كم غاربغ من استثمارات ومجهودات في المنطقة لن تكون الداخلة بعد بناء الميناء دل الداخلة أولا ثانيا كين وحد حزام خور غادي جاي اللي هو الطريق دل تزني الداخلة اللي تقريبا اللي ترابوه تقريبا أبين غي يكملو يعني بعض مقاطع اللي كانت فيها مشاكل خصة في الجولميم ولكن هاي في طور التسوية إذن هاو المشروع سيكساميل في 2021 2022 طريق سريع الرابط ما بين تزني وما بين الداخلة الآن أصوات تنهض في صفوف وحد العداد دل الشرفاء دل المغيب للمطالبة بإحداث ماذا إحداث مطار في أسرد يعني في بيرجندوز حدى القرقالات الآن هذه اللحظة اللي كانت فيها وزارة الداخلية ووزارة التجارة والغرفة دل التجارة الفرنسية يوقعون اتفاقية لماذا لإحداث منطقة صناعية في القرقالات أو تظن أن دولا عظمى تغامر وتقامر بمواردها واموالها لتستثمرها في منطقة صناعية في القرقالات بدون أن تكون لها يعني بعد النظار أو بعد رؤية لما سيكون عليه الوضع بعد ميلاد الميناء ما الذي سيكون عليه الوضع ما كنا نقوله إلى غاية اليوم على الأقل هو المغرب بوابة أفريقيا ومعبر أوروبا والشمال على أفريقيا وذلك من خلال طنجة أن طنجة وميناء المتوسط هو هذا المعرض اليوم المغرب يبني بوابة جديدة هي أيضا على أفريقيا تنطلق من الداخل وهي امتداد للمغرب من الشمال إلى الجنوب ولكن هي عبارة عن بوابة جديدة مستقلة بذاتها على واجهة بحرية مطلة مباشرة على القارة الأمريكية وتمتد عبر موريطانيا بمان وجوان وكذلك تصل إلى السينيغال ودول غرب أفريقيا وعمق أفريقيا أيضا في هذا الغد الذي تستشرفه سي أريري هل سوف يصبح للمغرب بوابتان على أفريقيا واحدة من طنجة مرتبطة أساسا بأوروبا وأخرى من الداخل مرتبطة أساسا بأمريكا والبوابتان مرتبطتان ببعضهما على المستوى اللوجيستيكي طبيعة الحال طبيعة الحال لماذا؟ لأنه الميناء الداخل أولا سنقص لشارج على المحور الدرب يتترجع ويساهم في إحداث واحد توازن مجالي ما بين شمال وجنوب المغرب علما أن الخطاب لم أتذكر التاريخ في 2019 أو 2018 حينما قال أن المعطيات الجيو استراتيجية دي المغرب الداخلية تغيرت وأن أقادير أصبحت في الوسط وبالتالي لم يبقى شمال أقادير التي هي الوسط دي المغرب هذا في خطاب العرش في 2019 فإذن هذا الميناء للداخل وإن كان يدخل في إطار الاستراتيجية المينائية التي استطر على المغرب ولكن هو في حديداته كما قلت سيحدث واحد طفرة مجالية في المنطقة التي تستقطب لنا كما قلت شركات ولما لا تحول الداخل إلى منطقة حرة على غير ما نعيشه في طنجة هل يمكن أن نعتبر أن أمريكا شركة استراتيجية في هذا الورش أم واحد من الشركاء لا المغرب هو سيد القرار هو صاحب القرار ولكن الشركاء ما هو الدور الأمريكي في أهال لا ممكن دور أمريكي هما أيضا دولة عند قوة الاستشعار وقوة الرزد عارفة بأن القرار الإفريقية تتزعم عليها الدول العظمى كما قلت روسيا والصيني واليابان والاتحاد الأوروبي وبالتالي أمريكا لا بد لها من أن تبقى حاضرة في القرار الإفريقية لأن تكون حاضرة في القرار الإفريقية لا بد لها أن يكون لها موطئ قدام أيضا في الدخلة وما تنساش ركين واحد المدخل آخر الذي لا يذكر ويغيب وهو القطب المالي ذي الضربدة والقطب المالي ذي الضربدة الذي جلب كل مكاتب الخبرة المالية على المستوى العالمي لأن تستوطن مدينة الضربدة فأتوا فقط لماذا؟ كما قلت قبلها للحصول على تذكيرات الولوج إلى القرار الإفريقية وبالتالي أنت كدولة بنيتي واحد الهوب جوي عن طريق يعني لرام وعن طريق مطار دي المحمد الخامس في الضربدة بنيتي واحد الهوب ديني عن طريق يعني أنه قعل التكوينات الدينية دي الدول الإفريقية تجي عندك هنا بنيتي واحد الهوب عسكري هو أنه 1300 ضابط عسكري دي الدول الإفريقية تأتي إلى المغرب للتكوين ما كبشيش لدول أخرى تجي للمغرب بنيتي واحد الهوب مالي وهو القطب المالي وبنيتي واحد القطب يعني اسميته يعني مينائي وهو كما قلنا الميناء دي الداخلة وبالتالي وتمكن واحد القطب أخرى أمني وهو الخبر الأمنية التي يصدروا على المغرب أو الضباط الذين يأتون إلى المغرب لطلب للتكوين والاستفادة من الخبراء المغربية إذن هذا المغرب كله هو الذي يعطي مؤهلات الجميع الدول بين الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تتعامل بواقعية وبراجماتية وكما قلت قبل ربح هناك أيضا مشروع جيوستراتيجي دخم ومهم في صدد الإنشاء والتطوير حاليا بعد تأمين معبر الجرجارات وتعبيد الطريق من الداخل إلى الجرجارات إلى موريتانيا وهو المحور الخاص بداخل الجرجارات نواكشوت إلى دكار وصولا إلى السينيغال ليكون بعد ذلك الانتشار نحو إفريقيا ما الذي يمثله هذا المحور التلاتي بين الداخل نواكشوت ودقار في خارطة المنطقة غدا أنه يحلو لي لما أكون مع أصدقائي في جلسات حميمية أو جلسات خاصة في دار وفي قهواء إلى آخرين يحلو لي دائما لما تطرح علي هذه المقابلات دي المغرب وإفريقيا الغربية أستحضر طريق الحرير دي الصين الصين يعني كانت أمة يعني ناهضة ولكن في فترة من الفترات أصابها الوهن وارتخت العضلات ديالا ولكن واحد اللحظة يعني كما قلنا الأمام التي تكون مضاربة في التاريخ مع أمر كتموت أين تتعرض لواحد النكزة مؤقتة من ناظت يعني الصين يعني عرفت بحلم دخم عرفت بحلم دخم ألا هو طريق الحرير بجموعة من الناس أسيا أوروبا بجموعة من الناس كانوا كيضحكوا على القادة الصينيين الذين أرادوا إحياء طريق الحرير كان ينهار نكتفل في الأول غير ممكن وكم استثمرت الصين لإحياء طريق الحرير وهذه الآن تجني التمار يعني بالملايير التي تدخو على الخزينة فهذه المقابلة دي المغرب مع الحوض الإفريقي الغربي يعني أنا أسقطع عليها هذا النموذج لطريق الحرير فقط في التسمية أنا سأسميه طريق القوافل المغرب في التاريخ أنا أرجع لك التاريخ أنا أرجع لك الجينات دي المغاربة نحن في التاريخ دي ما علاقة نحن مع إفريقيا عن طريق القوافل شحل دي القوافل اللي كانت كاتمشي من المغرب اللي كانت جي من الجنوب وكتابر طلع الأوروبا عبر المغرب إذن هذه الطريق القوافل أنا سأقوم بتعديل بصير حيث ما أبقوش دبال جيمال دباله طرق السيارة والموانئ والطائرات واللي في بروتيك إلى آخره والتالي أنا سأسقط هذا النموذج للطريق القوافل على هذا المواطن الجيوستراتيجي الذي شرحته أو حددته في هذا يعني الريباط نواكشوت داكر ولما لا؟ هذا طريق القوافل المغربي سينتشر ويتمدد عبر شعب وعبر روافل ليشمل إفريقيا الشرقية ويشمل إفريقيا الجنوبية عجبتني هذه التسمية أتمنى أن يتم تطويرها إعلاميا على الأقل من فمك ربي شخصيا سوف أكتبسها منك سوف أأخذها منك وهي تسمية جميلة هوياتيا وثقافيا أيضا منسجما مع المنطقة ومع عمقها التاريخي لو سألتك أريري عن هذا الطريق طريق القوافل من جنوب المغرب من الداخلة إلى دكار مرورا بنواكشوتر إذا ما تم تحقيق هذا الحلم لأنه طبعا فيه تحديات سياسية عسكرية أمنية اقتصادية وتجارية وأن يكون الكل رابح وهذا رهن مهم للمغرب في علاقاته جنوب جنوب أن تكون هناك شراكات رابح رابح مع مختلف الدول طبعا لن يكون هذا الطريق سهلا ولن يكون المشروع سهلا المغرب دائما لا يمشي الحاجة السهلة المغرب عزيز عليه المغرب عزيز عليه التحديات ويمشي الحاجة الصعبة لنحن نكرره هذا في تاريخ ديالنا إذا ما نجح المغرب بفرقة شركائه طبعا الإستراتيجيين والتاريخيين سواء موريطانيا أو سينيغال أو دول من خارج المنطقة في إقامة وإنجاح طريق القوافل ما الذي سوف تجنيه المنطقة من هذا الطريق أو من هذا المحور ستجنيه أولا الخير عميم الرواج تجاري استثمارات تشغيل عائدات مالية استقرار أمن وسلام في المنطقة الخيرات لن تعدم حينما نقول بأن هذا الطريق القوافل يعني حينما يعني يكسب له النور بالصغة التي سطرناها يعني سيكون نافعا للجميع ثم لا ننسى أن هناك خطا آخر موازي يشتغل عليه المغرب ألا وخط الأنمو بالغاز نبي نيجيريا وأوروبا عبر المغرب وهذا مشروع يعني ضخم جدا والدراسات رهما تقدم والمشروع رشاد طريق دياله ورغم كيدي الكائدين ورغم ما دي 350 مليار لقنا دي الجزائر كتتخذ من أحد طرفك باش كترش باش تصابطي هذا البروجي ومع ذلك البروجي واخد الطريقة دياله من هنا لأننا قلت بأن العمق المغريبي العمق ديال المغريب نحو إفريقيا أو العمق الإفريقي عفوا ديال المغريب ره غادي نحو أنه يترسخ باش أنه المغريبي يجني ما يعني زرعه في هده السنوات العشرين أي ضوء يمكن أن تلعبه أمريكا كقوة عظمى كقوة عسكرية كقوة اقتصادية رقم واحدة في العالم في بناء وإنجاح طريق القوافل وجعل هذا المحور من الداخل إلى دكار عبر نواكشوت ناجحا وخالقا لأثره وهو أن تحريص على إقناع يعني الأطراف المترضدة سميتو أن تقنع الجزائر تفتح سوريا ديالها في الداخل أو تفتحها في العيون أو إلا دارتها هذه أمريكا سنكون شاكرين لها هذا ما ممكن حيث الجزائر ديالما الآن وصلت بمسدود وصلت الحياة إذن باش نحفظ لها كرامتها ونحفظ لها ماء الوجه ديالها يعني تفتح قنصورية ديالها في الداخل أو تفتحها في العيون أو تفتح فيهم بجوج بالحديث عن هذا المواطع وإن كنا لما نذكره قد يأتينا من باب النكتة في عمق ووجدان كل مغربي من السلطة العليا إلى الساسة والقادة والشعب كلهم لديهم هذا الحلم في هذا التقارب المغربي الجزائري على المستوى السياسي لا وبدأ هنا هنا واحد مسألة يعني بديهية يعني نصمها نبع عشر يعني أنه المغاربة معنى تشعادة مع الشعب الجزائري نهائيا ولا حتى الشعب الجزائري مع المغرب أنا كنت في الجزائر ولمستو لمستو العمق للحب للجزائري الذي يكونون أولي المغاربة وأنا شخصيا شخصيا رغم أنني يعني كانت لدي إمكانياتي وكنت يعني مضافا إلى آخره ولكن يعني مني كان ندوب في الأسواق ولم أدوب يعني في المدن وفي الأحياء وكذا إلى آخره ما كنقول لي صحفي وكذا إلى آخره ولكن من خلال لكنات يعرفك رك مغربي وكلمس يعني ذلك الحب عند الإخوان الجزائريين وبالتالي رحنا والشعب الجزائري رحنا عدو واحد والحكومة العسكرية حيث مهم الجزائريين براسهم منك يبغي يدوي معك يقول لك أخي الحيوطر عندهم كاميراس وعندهم آدم يسمعون يقدر يدوي معك يقول لك أخياني الفضاء العام يبغي معك للساحة ولا يبغي معك للجرداء باش يشرح لك ويقول لك ويبوح لك بالسقط على الموقف المحرج الذين يعيشونه وبالسبب واحدة طغمة عسكرية اخترت واحدة اختيار المعاكسة المغرب إذن هذه المسألة مسلم بها لا عند المغرب ولا عند زير نحن لا يتحدث عن استثناءات استثناءات لا يعتدوا بها لا في المغرب ولا في الجزائر إذن لما فازت الجزائر بكأس إفريقيا مدون المغربية كما لو أنها مدون جزائري تماما والعكس صحيح والعكس صحيح أيضا القيادة ولكن القيادة القيادة بكل عقدها بكل مشاكلها بكل عدواتها المتصلبة والمترصبة في أعماقها هل يمكن أن نرى قنصلية للجزائر في الأقالي من الجنوب هل يمكن أن نرى في الوقت القريب تلك الحدود البنية المغلقة بين البلدين تفتح أنا من الناس الذين يدعون وينادون ويمارسون وحضر سلمو على السلطة العمومية لأن هذا النقاش ما بين المغرب والجزائر الرسمية وأؤكد على اللفظة الرسمية نسدوه باش نعتبر راسي وجد المحيط الأطلسي تمه كين محيط الجزائري يعني كين بحر مش دولة اسمية الجزائر لا تأكلم عن الشعب أنا تأكلم عن الحكام وعلى العسكر من الجزائر وعندي نموذج هو كوريا يعني ما كيش شي مثال ديالدولة بطرت يعني مرتين ممتل كوريا يعني كوريا سمحات في كوريا الشمالية إذا ما ملقش أنا نفكر أنا في كوريا الشمالية أنا قدي ندير واحد افتراضي بينه وبين ذيك الدولة وسأصرف اهتمامتي وإمكانياتي نحو تأهيل كوريا الجنوبية وذلك ما ممكن كوريا الجنوبية الآن لتصبح الدولة رقم 12 على المستوى العالمي اقتصاديا ما كيش شي ضعب العالم ما فيهش منتوج ديالكوريا ساعة إلكترومينا جيط أو بيل جيس بار يعني أي حاجة دي الكوريا تلقفض إذن نفس الشي إذا بقي سنيا كحكومة وكسلطة عمومية في المغرب تنفكر بأن الجزائر غيهديهم الله كندوع الحكام العسكريين ربما غديش يهديهم الله رب حل الشيطان والشيطان غديتسنه غدي يتوب ويآمن بالله يستحيل إذا آمن الشيطان وبالله أنا غدي نقول لك بأن الجزائريين العسكريين سيؤمنون بحقوق المغرب إذن بما أن هذه قناعة عند العديد دي الشعب المغربي وأنا ضمنهم لشنا غدي نقن نهر سراسي باش ندير أنا مع العلاقة التاريخية مع الجزائريين الحكام الجزائريين أنا غدي نعتبر وجده من وراء وجدك من البحر وعندي موحيط أطلسي وعندي موحيط الجزائري وأغني نركز الاهتمام ديالي على المغرب وهل العمق ديالي الأفريقي حينما يتمكن الشعب الجزائري من قلب الأوضاع وطرد التغمى العسكرية أنا ذاك غيجيوا شرفاء في الجزائر اللي تهم غيديروا الريح الخسارة الشرابحين مع المغرب واشنوا خاسرين أنا ذاك مني غيجيوا للطريق الصوب مرحبا ونريحوا في الطاولة ونشوفوا شعقة ربحنا وشعقة ربحنا ونخرجوا بجوجنا متعانقين لأن بجوجنا ربحين أما والحالة وهذه كنا على يقين العسكر الجزائري شرط الوجود دياله هو المغرب ما يمكن شخص التجاري هو الفوند كوميرس دياله ما تقول هو براغماتي جدا وعملي وربما قد يأتي بنتائج وهذا ما حصل ربما من الجانب الجزائر أنهم اعتبروا من في المغرب هو عدو تاريخي ودائم لكن أنت قلتها قبل قليل أن المغرب دولة أمة ولديها خصوصية معينة هويتيا وأخلاقيا واجتماعيا وفكريا ودينيا أيضا حتى إن أراد أن ينظر إلى الجزائر كقياد على القلب أنها صحراء وفراغ وأنها لا شيء في قلوب المغرب لا يستطيعون وأحيلك أنه قبل سنتين فقط ونحن في عز هذه الأزمة وفي معركة القرقرات وغيرها من الحروب في القارة الأفريقية الملك محمد السادس وجه خطاب تاريخي شجاع جدا وجريء جدا وبوجه مكشوف قال للجزائريين قادة وشعبا تعالوا بنا إلى كلمة سواء وإحداث لجنة تنائية ونقفز فوق كل الخلافات رغم أن التجاو كان سلبيا لكن أقدم والله أعلم وأريد تعليقك أنه حتى وإن أردت أن تقنع المغاربة سواء شعبا أو قادة وسياسيين وقصرا بأن يعتبروا ما وراء الحدود فراغا فلن ينجحوا في ذلك لأن هناك امتداد تاريخي وإنساني مهم أنا أعطيك واحد الرقم أخي كريم قولي ده العلاقة دي المغرب والجزائر يعني مني استقلت الجزائر 62 الآن يعني إيش حال من 62 الآن ده تقريبا إيش حال 58 سنة 58 سنة 58 سنة أحييذ واحد طريف دي العلاقة تفتحات 60 لده باش حال عدد أحييذ 62 52 58 58 سنة يعني حييدك عمونس دي الاستقلال النشوة والفراح دي الاستقلال من بعد جات حرب الرمال اللي انهازم فيها الجيش الجزائري تسدد الحدود يعني وبقعت مسدودة تقربت عامين عامين وتحلت جات حرب الصحراء مع بوم ديان سدد عود سدد وبقعت مسدودة الحدود احترين تجشت لي جديد من جديد وعبي انه يمكن ان يوقع تصالح ما بينه وما بين المغرب وتحلت واحد الفجوة أظن في 98 88 عفونا 89 89 وفي رعاو 90 وقعت لأحداث الإرهابية دي الأطلس أسنين الجروب اللي يدخل من الجزائر مور من طرف الجزائر وتفجر في مراك ويتسد الحدود فرعاو 90 إذن مني كجي جمع في هذة 58 سنة شحال الزمن يعني الميزانية الزمنية دي الحدود المفتوحة مين با ستنين وليسبع سنين مني كنجمع عام ونصف عام ونصف ثلاث سنين مين با ستنين في وسط 58 سنة إذن المعطر الأهم أو الدائم هو أن الحدر دي ما بغلوا قام بإنه وبإنه الجزائر والمعطر السيدني ربما 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 يوقع شي فجوة يتحلوا في الحدود إذن رغم هذا الواقع الصادم شحال عدنا وهذا هو الرقم اللي بغيت نقولك شحال عدنا ديال لكارت سيجور ديال الجزائريين في المغرب الحدود مسدودة ما كنش حري التنقل ديالأفراد عدنا الآن وصلنا لتقريبا 28 ألف لكارت سيجور ديال جزائريين يختاروا اختاروا تواعية يعيشوا في المغرب بالرغم من ديالحدود مسدودة تخيل معي لو أن الحدود ما كناش شحال يكون عدنا ديال لكارت سيجور اللي نعطيه الجزائريين بدون مبالغة أوبامو والله من طيحه إلى 8 ألف أنا شخصيا أتحدأي أن كان ينازعني فيها هذا الرقم أنا الحدود مسدودة وصلنا 28 ألف لكارت سيجور أم لتحلة الحدود كون على يقين واحد الآلاف دي الجزائرين غيروا يجيوا للمغرب يعيشوا والدليل غيرتش دابة عندنا 53 مؤسسة جامعية في المغرب ما بين كلية ما بين معهد ما كينش معهد ما كينش كلية لما فيهاش التنامي دي الطالبات دي الأساتي دا دي الجزائر اللي بغين يجيوا للمغرب يقريوا ويسكنوا في المغرب هذه فقط قطع واحد ما تخرج لك قطعات الأخرى التي تعرفوا تقاطر والرغبة في أن الجزائريين يخدموا واستقرروا في اسميته من هنا أن المالك لما يقول بأن المغرب له يد ممدودة لحو الشعب الجزائري المالك رأيس ذولا رأي عنده كافة المعطايا تصب رأي تكلموا عن رياقين ويتكلموا عن حقائق وعن معطيات وما قلته أنا إلا جانب بسيط مما تمكننا الوصول إليه هل يمكن أن يؤثر التموقع الجديد لأمريكا في المنطقة واعترافها بالمغرب وتحالفها مع المغرب على الموقف الجزائري على فتح الحدود في الظرف الراهي لا أظن تلطيف على الأقل الأجواء أنا مكدش خدناتي لا أعرف أنه سيقع ولكن انطلاقا من الواقع وانطلاقا من قناعاتي عن العسكر للجزائر لا أظن أمريكا يمكن أن تلعب هذا الدور دور الوساطة تقريب وجهة النظر ممكن لأنها مصالح مالية وتجارية مع النفط والغاز الجزائري عند هذه القدرة أمريكا على أن تقنع النظام الجزائري ليس أن تتراجع لكن على الأقل تخفف شوي على المغرب من عداواتها من عدوانية هذا المغرب نتمنى نتمنى لكي على الأقل لكي الفلوس تمشي للشعب الجزائري والمغرب أيضا احتوى المصمار الذي يفرج له يتقلع ويقابل أمور ويدوز لفتاس أخرى في التنمية في تقديرك ما هي الحلول الممكنة اليوم أمام الجزائر والبوليزاريو بعدما كسب المغرب تقريبا كل المعارك على كل الواجهات المعارك العسكرية حسمها وكسبها منذ التمانينيات وبالمنوشات الأخيرة زاد التأكيد على أنه لا مجال للدخول في حرب عسكرية مع الدولة المغربية ديبلوماسيا سواء في القارة الأفريقية أغلبية صاحقة لدى المغربين حتى جنوب أفريقيا التي كانت تدعم البوليزاريو والجزائر بدأت تلطف مواقفها وتتراجع عن دعمها للبوليزاريو ودول أخرى من إتيوبيا وزيمبابوي وغيرها في أوروبا شاهدنا أيضا تراجع في مجموعة من المواقف وهذا الدعم الأمريكي في ظلها لا أتحدث طبعا عن جانب الاقتصادي والستراتيجي وما يحققه المغرب اليوم من قوة في المنطقة ما هي السيناريوهات المزالة ممكنة أمام الجزائر والبوليزاريو اليوم بعدما هزموا في كل المعارك والسيناريو كيف يبدأ أمام بوليزاريو أنهم يرجعوا لبلادهم يعني أنه يبقوا تحت رحمة الجنرالات دي الجزائر يعني سميته يعني ما غد يوصلهم إلا للتيه كما يعيشونه حاليا بدليل هو أنه دي ما روصلنا 12 ألف لمغربي جمال بوليزاريو ورجعوا للمغرب رغمها هد جديدات ورغمها هد يعني العداء دي الجزائر وبالتالي يعني تفريغ دي المخيامات دي التيندوف هو الحل أمام البوليزاريو والتحقب المغرب ويندمجوا في التدافع السياسي المدني اللي كانعيشوه جميعا مع مختلف العائلات الفكرية والعائلات السياسية في المغرب الجزائر البوليزاريو محتجز لدى الجزائر وفاق للقيادة طبعا 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 الجزائر ما هي حلولها الممكنة الآن حلولها الممكنة حلولها الممكنة هي أنه يعني لابغا تستفد من التاريخ تشوف عين فرنسا وألمانيا الحروب اللي دوزوا بيناتهم بجوج لقرين التاريخ للأوروبا والحروب يعني الدموية الفضيع التي كانت ما بين قوتين في أوروبا اللي هم فرنسا وألمانيا ولكن واحد نهار نضج نجات الحكمة لا عند الفرنسيين ولا عند الألمانيين فتخلوا على الحروب ودعوا النواة الأولى دي السوق الأوروبية المشتركة التي أتمرت لنا السوق الأوروبية وتم من بعد أتمرت لنا الاتحاد الأوروبي فهذا النج الآن كائن عند المغرب منذ زمان ولكن كما قلت قبلها قصر النظار والعداوة المتأصلة عند العسكر للجزائر ما كتخليش يعني هذا هذا الأفق اللي تكلمت عليه أنت يعني أنه يتحقق هل يمكن أن يتحمل المغرب مزيد من الضرب تحت الحزام من قبل الجزائر سواء في الداخل أو في الخارج ويواصل تلك السياسة سياسة الأخ الأكبر والذي لا يرد بالمثل والذي لا يتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر مثلا ولا يخوض ضدها معارك خارج يعني هناك اليوم حملات تشهيرية ودعائية مغردة ضد المغرب من قبل الجزائر في أوروبا في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا والمغرب ولا مرة تجد هو يتحدث عن الجزائر بالسوء في أي محفل دولي يتحدث عن نفسه كل غرباء المتقوب هالطواريق هالقبيلة يعني هالحراكة الجزائرية ومع ذلك المغرب ينقى بنفسه لأنه سلوك يعني معروف عن المغرب أنه يبتعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المسألة معروفة عن المغرب ليس فقط من الجزائر يجتمعها دول أخرى وإذا تدخل يتدخلوا في الجانب الإنساني ويتدخلوا في الجانب تقريب وجهات تقريب النظار بطلبين من الأطراف المتسارعة وكذلك لأخرى وأنه قبل أن يجري العسكر للجزائر لا يوجد عسكري جزائري في بؤرت والتور العالمية المغرب يعني يعني في 20 عام دار جوج فاصلة 6 مليون تدخل إنساني في 14 دولة في 20 عام ودار 17 مستشفى عسكري ميداني في 1 عدد للدول سواء في أمريكا اللاتينية سواء في العالم في أفريقيا وفي أوروبا الوسطى إذن في البلقان إلى آخر إذن هذا لنبيل لك بأن المغرب ينقى بنفسه عن التدخل في شؤون الدول إلا في هذا الشق الشق الإنساني وهذا الشق الإنساني هو الذي يجلب لنا أيضا بعض النقاط وبعض المكاسب التي تدخل فيما أسمينا بالسلطة الناعمة طريقة غير مباشرة المغرب يربح نقاط عودة إلى الموضوع على اسمته على الجزائر أنا دائما كان أكد قلتها وكان أكدها وكسبتها وأنه طالما كان العسكر في الجزائر لا خيارة للمغرب إلا أن يدير ظهره للجزائر ويتفرغ ويتفرغ إذن الجزائر لنحطات 350 مليار كما قلت قبيلا وتعود زي تحط وعلى ذلك المغرب مطاحش بالعكس المغرب هو الحمد لله مقارنة مع الجزائر أنا ما نقومش المغرب والسويد فإن نحن ليس جزائر نحن المغرب حسن من الجزائر وإن نحن أضعف من السويد ولكن نطمح إلى أن نكون أحسن من هذا المستوى وما عندنا إمكانيات التي عند الجزائر بنفطها وبغازية وإلى آخرها إذن أنا خسرت 350 مليار ومع ذلك نصر ما ما تحش بل بالعكس كملت طريق ديالي وعمرت المنطقة وبنيت مدن في الصحران سيقعود يزيد وخسروا 350 مليار والمغرب سيزيد في الطريق دياله هم ليخسروا من الشيحنا لأنهما يعرف الشعب ينهبوا وتحطوا على العداء ديال المغرب نحن تم سيزمارها ربما في شركات تنائية بين جزائر ومغرب 350 مليار دولار فرس تقفت الجزائر تقفها تقفها كاريمو يعني رأى 350 مليار رأى يجمع الفهم أنا أنت عرف شركة استراتيجية واقتصادية بين المغرب والجزائر ستجعلهما قطب اقتصادي قوي في العالم 8 مليار 8 مليار ديال الدولار في العام لكتحط الجزائر على على المغرب ضد المغرب زمان تخوض معايا العجل السكاني اللي عندهم وخوض المشاكيل ديال الماء اللي عندهم وخوض المشاكيل بلادكم كله مشينا غتسكن الجزائرين غتسكنهم في قصورة مشينا غتسكنهم كيف تقرأ عبد الرحيم سواء التحول في مواقف بعض الدول أو الهيئات السياسية التي كانت داعمة للبوليزاريو أو بعض الدول والهيئات التي كانت تقف على حياد سلبي من القضية أو عدم الوضوح بدلا من أمريكا أول مرة تعترف بشكل رسمي بمغربية الصحراء كاعتراف تاريخي لأول مرة في تاريخ جنوب إفريقيا في القمة الإفريقية الأخيرة لطفت من مواقفها تجاه المغرب وسحبت نوعيا دعمها للبوليزاريو والجزائر في القضية مجموعة الداعمين للبوليزاريو في الاتحاد الأوروبي رئيسها استقال وحمل البوليزاريو المسؤولية ويدعم إلى التفكير في حلول عملية لهذه الأزمة في إسبانيا أيضا إسبانيا وإن كانت تدعم بيد ربما وتقف مع المغرب بيد أخرى لكن على الأقل حكومتها رسميا تقول أنها لم تعترف يومنا ولم تدعم بما يسمى بجمهورية سحراوية وبل حزب الباسك يقول أنه الجزائر والبوليزاريو عليهم أن يوقفوا هذا المسلسل الذي عمر طويلا ويجب اليوم أن نتوقف معها ما هو ممكن من أجل حل هذا النزاع وما هو غير ممكن وهذه مسألة قالتها أيضا أمريكا يجب أن نقدر الأمور بما هو ممكن وغير ممكن يعني من غير ممكن اليوم ومن الجنون حتى الحديث عن استقلال وعن قيام دولة في المنطقة في المقابل الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب تشيد به الآن فرنسا أمريكا وكانت ذلك إشادة دولية حتى من 2007 لما طرحه المغرب لكن أنت كيف تقرأ الآن في هذا التوقيت في هذه المرحلة هذه التحولات الكبرى بين من كانوا إما داعمين للبوليزاريو والجزائر أو على موقف نسبيا محايد من هذا المنطقة تقابل تاريخين تاريخ الالتداب الآن 10 دجمبير 2020 وعندي 1991 1991 وقف إطلاق النار ما بين المغرب وما بين الجزائر وبوليزاريو لماذا؟ وكان إذن يعني ببدء مرحلة بعد الحرب العالمية الباردة الحرب باردة ما بين القوتين الغربية الغربية وكذا توقف الماسكرين ثم أيضا بعد تمكل المغرب من إنهاء الجزارات الأمنية وبالتالي وجدت الجزائر نفسها أمام الحيط لا يوجد من الدخول المغرب إن الجزار الأمني صدى العدوان للعصابات البوليزاريو وجيج الجزائر وهذا 2020 دجمبر 2020 أعتبره تاريخ أيضا يعني حدث يؤرخ حدث يؤرخ بنفسي مع أرخت به 1991 يعني إنهاء حرب بريدة ثانية على شكلة 1991 وبالتالي المغرب جانق يعني تيمار 1991 تجلت لنا في ماذا كما قلنا قبل الجزار الأمني أمام المناطق الجنوبية ساعد الناس على الدهاب والاستقرار بالمناطق الجنوبية ساعد الشركات على الدهاب والاستقرار والاستثمار في الأقاليم الجنوبية ساعد الدولة على مد البنية التحتية وبناء المدارس والمطارات والمستشفيات وأخذي الأخيرة لأن العناصر البوليزار والجزائر لم يعودوا يتسللون من الحدود الجنوبية أو الشرقية دي المغرب وبالتالي يعني من 1991 حتى 2020 عشنا ما عشناه التي نشوف الوضعية 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 الآن عشرة دجمبير 2020 يعني الحرب الباردة الثانية يعني هذا التاريخ أو هذا الاعتراف للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغربية على السهراء أعتبره يعني بحل بغينا نقوله مسمار دقة في نعش الحرب الباردة الثانية ما بين المغرب وما بين الجزائر وبالتالي سينطلق العدو أو الكونتور لإحداث تحول الخر يعني اقتصادي وعمراني في المناطق الجنوبية وسنقطف تماره عما قريب في 2025 2028 غمض عينيك هي جهة 2025 2028 كما قلت قبيلا الميناء ستطلب 5 سنين سنين لتدار المطار غالبا ستفكير فيه المنطقة الصناعية بدأت الأشراء للتفعيل الشركات الآن تتقاطر على المغرب للحصول على الإذن لكي تدخل وتستثمر في بوشدور وفي العيون وفي الداخل وبالتالي يعني الرواج دون 4 و 5 واحد اللوبوم غير قعف نقطة أخيرة باختصار لا يمكن أن نتحدث عن كل هذا في معزل عن ورش كبير أيضا أطلقه الملك محمد السادس ودعا إلى التفكير فيه منذ سنتين هو النموذج وهو الذي كان قد أطلق من مدينة العيون قبل خمس سنوات النموذج التنموي للأقالب الجنوبية بميزانية حين نهزت 70 مليار وتم اعتماد إضافي لمرحلات الثانية يعني ما يحدث اليوم من دينامية في المنطقة ليس محصورا فقط على الأقالب الجنوبية أو الداخل والعيون بل هو في تنمية مجالية شاملة في كل مناطق المغرب ونحن على أبواب العام الجديد الذي سوف يعلن فيه عن النموذج التنموي الجديد يعني كيف تقرأ هذه المسألة أنا أقرأها بواحد المفتاحين واحد جوج سورت السارة الأول لأننا لدينا جوج جيرين مزعجين على مر التاريخ لدينا الصبليون ونضيورك قلتها قبيلا وخاءنا الحكومة وكذا لأخرين أنا لم أكن تيقش وخاء ما علتاش الحكومة الإسبانية يعني فهمتيني بعجرة بحق فبالتالي عندهم واحد العقدة أنه المغرب يجب دائما نبقى ندري شي مصمار فرجلوك باش أنني نشغلوك على أنه يتلهل بي أنا لأنه من بعد غير دوز السبتاء غير دوز المليليا أنا مغيش المغرب يوصل لواحد الأسطاد باش أنه بديه فكر تاني في سبتاء ويبديه فكر في مليليا والجزائر رهد حتى تكن المعليا فيما فيه الكفاية وبالتالي يعني هجو سورت السلوة دير جزائر والسلوة دير سبنيغ هما ما تحكمت في كل ما تم في المغرب منذ ألفين إلى الآن خذ جميع المشاريع كنت أدري إلى المشاريع ذلك الميجا بروجي خذي المشاريع الصغراء الميجا بروجي اللي داروا في المغرب كلهم داروا في إطار ديال أنني نسد يعني هذه الأبواب وهالتقوب اللي كي يجيني من الإزعاج عن طريق الجزائر ونسد تقوب الأبواب اللي كي يجيني من الإزعاج عن طريق سبنيغ دوق الاستثمارات اللي حطينا حيث ما تنساش رأي سبع وسبعين مليار اللي حطينا في الصحراء دابا من ألفين وخمستاش لدابا في عشرين رأي نفس الاعتيمات اللي حطينا في الشمال رأي نطون جيميد بوعده دا تلاتين مليار دين الدنم بوعده حطينا في الشمال واحد الاعتماد باهد الـ 12 لاروب مكنتنا نحطوه تريال في الشمال أما موضوني الناس يقولوا صافي هذا قادر محتوم الشمال سيبقى عيش في ذلك البؤس دياله وذلك التضاهور دياله لكن مع الـ 12 وقع واحد لبوم أشنو وقع في ذلك الأنكاردور وقعت كما قلنا قوينا الصحوق أنه المالك بالي بأنه رأي دي واحد جوز سوار تقول لي خصني نخدم بيهم السارود دي الجزائر والسارود دي الإسبانيا نجفف يعني من والحمد لله توفقنا في 90% من هذه تنمية الشمال تنمية الجنوب المؤخرا إطلاقوا الجديد الأقادير قلب المغرب الجديد والوسطة الجديد من أجل تنمية تشمل المناطق نتمنى أن تستمر وأن تنجح أهدافها الكبرى أشكرك جزيلا عبد الرحيم مدير نشر جريدة الوطن الآن والموقع الإلكتروني أنفس بخيس شكرا جزيلا لك بكل فرح شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين أينما كنتم تتابعون على قناة العيون وكذلك لكل الزملاء والطاقم التقني هنا في القناة الأمازيغية مشكورين على عملهم الكبير معنا في هذا البرنامج من أسجل أن يصلكم أينما كنتم تتابعون تحية خاصة أيضا لكل فريق العمل في قناة العيون وكل من ساهم في إنجاز هذا البغرامج وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من العاصمة هذا كريم حضري يحييكم أطيب المنا وإلى أن ألقاكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر